نيجي بقى للأهل صفقة بالعيد إيه النظام طيب خلينا أقولك إن صفقة بالعيد النادي الأهل بقاله أكتر من شهرين بيتواصل مع والد اللاعب ومسؤول الاتحاد العاصمة الجزائري عشان ينهي الصفقة اللاعب موافق والده موافق لكن اللاعب والده مش عايزين يستغله الشرط الجزائي اللي في العقد عشان اللاعب يروح للأهل في شرط جزائي ب 650 ألف دولار يروح لأي نادي لس الشرط اللا يتفعل بموافقة اللاعب نفسه اللاعب يحفظنا على علاقته ونشقته هناك والكلام بكله مش محتاج يفعل الشرط الجزائي وقال المسؤول الأهلي لازم تقدموا عرض كبير فالعرض اللي قدموا المسؤول النادي الأهلي وصل تقريباً 800 ألف دولار وده ما عجبش مسؤولي اتحاد العاصمة اللي طلبوا تقريباً من مليون وربعمائة لمليون وخمسمائة كتير كتير علشان كمان الشرط الجزائي صح وعشرين في المئة قاعدت بيع كتير قوي طبعاً التواصل مباشر مع والد اللاعب ووالد اللاعب بيحاول يضغط على مسؤول اتحاد العاصمة عشان يوصل عرض المليون دولار لأن اللاعب فعلاً مرحب بفكرة اللاعب للنادي الأهلي وشيف يخلص كل حاجة واتفع على مدة العقد والمقابل المادي وكل التفاصيل الصغيرة دي اتفع عليها يتبقى بس موافقة اتحاد العاصمة على عرض المالي اللي يبعثه النادي الأهلي بعد نهاية دورة أبطال إفريقيا هيكون فيه جولة تانية في المفاوضات هتكلل بالنجاح بإذن الله لأن خلاص يعني كولر متمسك جداً بالتعاقد مع اللاعب طيب